حملة تحسيسية تباشرها وزارة التربية قريباً لإقناع تلاميذ وأوليائهم بالإقلاع عن الدروس الخصوصية بعدها ستضطر الوزارة لاتخاذ تدابير ردعية كآخر الحلول لوقف البزنسة في الدروس هو أهم ما جاء في تقرير اللجنة الوزارية لمحاربة الدروس الخصوصية الذي تسلمته الوزيرة بنغا بريطة اللجنة الوزارية التي تضم إلى جانب ممثلي الوزارة ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين وبعد نقاش مستفيد امتد على مدار ثلاثة أيام أكدت على عكس ما هو شائع الدروس الخصوصية لا توفر النجاح للتلاميذ وهذا ما أكدته دراسات ميدانية في الداخل والخارج الدروس الخصوصية مكلفة جداً للأسرة وسعر تلقين الدروس للتلميذ الواحد يتجاوز عشرة ألاف دينار شهرياً الدروس الخصوصية تتم في أماكن غير آمنة ما يعرض التلاميذ إلى الكثير من المخاطر من يقدم الدروس الخصوصية في الكثير من الأحيان ليسوا أساتذة وكحلول استعجالية للظاهرة التي تحولت إلى بزنسة قدمت اللجنة جملة من التوصيات ضمن مخطط استعجالي تقوية دروس الدعم للتلميذ داخل المؤسسات التربوية إقناع التلميذ وأوليائهم عبر الملتقيات ووسائل الإعلام بعدم جدوى هذه الدروس التجارية التنسيق مع مصالح الأمن لمداهمة أماكن التدريس باعتبارها فضلات غير شرعية الحديث عن ظاهرة الدروس الخصوصية التي استفحلت مؤخراً يجرون للحديث عن واقع التدريس في الجزائر فاستئصار الظاهرة مرتبط في الأساس بتحسين مستوى التعليم وتوفير الظروف الملائمة لتحصيل علمي نافع